اشتركوا في القناة بالبداية كل عام وأنتم بخير والجميع بخير نشكر لكم التهنية الشعب البحريني وكويتي شعبين الشقيقين لا الحمد خلال مسيرة الكويت خلال فترات الماضية هناك العديد من الإنجازات هناك تقدم في المجال المالي كان هناك طفرة مالية كبيرة خلال فترة الماضية أيضا لدينا تشريعات كبيرة فيما يخص تنمية قطاعات تكون رافدا أيضا ماليا محاولة تنمية هذه القطاعات جنبا إلى جنب مع الإرادات النفطية التي تحاول مجموعة دول النفط الخليجية بعد تراجعات سعر النفط أيضا الماضية أن تنوع مصادر الدخل فكانت هناك في الكويت أيضا إنشاء صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المبادرين الصغار هناك لدينا أيضا قطاع أو هيئة جديدة هي هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونتج عن هذه أيضا الشراكة مجموعة مشاريع قامة بتنفيذها القطاع الخاص وكانت في السابق تنفذ من قبل القطاع العام أيضا لدينا أيضا استحدثة هيئة الاستثمار المباشر وبالتالي أصبح للمستثمر أيضا الأجنبي جهة خاصة هي من يقوم بمساعدته دائما في عمل أو الدخول في المجالات الجديدة حقيقة مجموعة كبيرة صلاحات سوق المال الأخيرة أيضا كانت هناك مجموعة من إصلاحات في سوق المال تلقية مؤشر الكويت للأسواق الناشية MNCI داو جونز كذلك مورغان ستالي وأيضا عديد من حقيقة اهتمام بالبنى التحتية الاهتمام بالبنى أيضا بالقطاع التعليم قطاع الصحة قطاع الإسكان وما شاهدناه من تطور وأيضا تجاوز جائحة كورونا ولله الحمد بأقل الأضرار كان أيضا مؤشرا مهمة لنجاحات السياسات العامة أستاذ علي من جانب آخر يعني لو نتحدث عن العلاقات الاقتصادية التي تجمع مملكة البحرين بدولة الكويت كيف تصف هذه العلاقات؟ لا شك أن علاقاتنا بمملكة البحرين علاقات مميزة وعلاقات متينة علاقات تبدأ من روابط أخوة وصداقة ودم وشعبين قريبين جدا من بعضهم البعض عدل علاقات الاقتصادية لا شك أن حتى هناك بما أنه أيضا مختص الأسواق المالية هناك شركات بحرينية مدرجة في السوق الكويتي أيضا وهي مدرجة في السوق البحرين إذن هناك تعاون كبير أيضا مستثمرون كويتيون كثر حقيقة يستثمرون في البحرين بحرين أيضا لديهم من القوانين المرنة التي تشجع أيضا على الاستثمار وخصوصا الاستثمار الخليجي القريب تعاون كبير بين الدولتين انفتاح دائما اجتماعات أيضا ضمن كوكبة دول مجلس التعاون الخليجي حقيقة هناك قرب شديد في العلاقات بين دولة الكويت ودولة البحرين نعم من الكويت المحلل الاقتصادي علي العنزي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر